إذا منتبعنا كرام في هذا الخبر العاجل والمهم ومتابعة للأخبار والأنباء المتداولة في مدينة أسمراء بالأقلم الجنوبية المغربية وصلتنا معلومات تقول على أنه كانت هناك محاولة فاشلة لإطلاق مقدوفات أو صواريخ من قبل مرتزقة القوليزاريو على مدينة أسمراء هذه المقدوفات الثلاث كلها سقطت بعيدة عن المدينة ولم تخلف لا ضحايا ولا إصابات بالمكان مجددا متبعنا كرام حسب المعلومات التي توصلت بها فإن هذه المحاولة الإرهابية الجديدة انطلقت من شبال موريطانيا مجددا نفس المسألة التي نؤكد عليها دائما شمال موريطانيا منطقة مترعة كما كان قوله دائما هناك محاولات من طرف مرتزقة القوليزاريو باش أنهم يقربوا لأقرب نقطة لمدينة الصمارة أو للحزام الأمن المغربي باش يقوموا بهذا النوع من العمليات العشوائية الإرهابية كيحاولوا يقربوا لأقصى مدى ممكن كتلقوا تلك المقدوفات وكيهربوا من المكان لكن كما سبق وقلت فإن هذه المقدوفات سقطت بعيدة عن المدينة وأكد لكم متابعين الكرام على أن هذه الإرهابيين الطائرات المنسيرة المغربية تتعامل معهم وطبيعة الحال حينما نرى هذا النوع من المحاولات بشكل متكرر هنا دائما نقف عند المسألة ديال ضرورة إنهاء المنطقة العازلة لطالما تحدثنا حول هذا الموضوع لطالما قلنا على أن هذه المسألة يجب أن تنتهي لأن إلا كانت موريطانيا ما قدرت على أنها تدفع على رأسها وإن كنا نرى مؤخرا هناك لقاءات ما بين القيادات العسكرية في المملكة المغربية وموريطانيا كانت هناك مؤخرا أو كان هناك مؤخرا زيارة ديالقاء السلاح الجو الموريطاني إلى المغرب وتكلمنا كذلك قبل يومين أو ثلاثة أيام عن إمكانية تسليح موريطانيا بطائرات بدون طيار بشأنهم يراقبوا الحدود الشمالية ديالهم لأنها منطقة مترعة كما نقول لكم خصوصا في الحدود مع نظام حضيرات الجزائر حيث يقوم نظام حضيرات الجزائر بفتح منافذ مع موريطانيا خاصة لمرتزقة البوليزاريو بشأنهم يتسللوا للشمال ويحاولوا يقربوا للمغرب من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية للغالبة ديالا يبوءوا بالفشل تماما كما حصل قبل ساعات قليلة فقط من محاولة فاشلة للاستهداف مدينة أصمارة وأكد لكم متابعينا الكرام على أن الخبار ديال هذه الخلية التي حاولت على أنها تقوم بهذه العملية الإرهابية ستصلكم في القريب العاجل وأكد لكم على أن الطائرات المسيرة ستبندر إلا تكون قد بندرت بالفعل فبالتالي سوف ننتظر المزيد من المعلومات لكن كما أقول دائما هذه المسألة بشكل كامل يجب إنهاء المنطقة العازلة ويجب أن نقف عند حقيقة الحقيقة التي تقول أن المغرب أنهى هذا الملف بشكل كامل تقريبا ملف الصحراء المغربية فبالتالي نحن نشوف الصعار لكي نعام نظام حضرات الجزائر حالة اليأس والبؤس لكي نعام نظام حضرات الجزائر كيحاول بكل الطرق وبكل السبل على أنه يحقق شي حاجة ما كيقدرش فبالتالي نتوقع أي حماقة من هذا العدو المجنون الغبي اليأس والبؤس بما في ذلك محاولة خلق حرب مع المغرب محاولة افتعال صراع مسلح مع المغرب لأن هذا النظام الخريف ما بقى ليه ما يخسر خسر كل شيء كل المعارك ديره مع المغرب خسرها فبالتالي توقع منه أي شيء ما يهمنا من سبعين الكلام وهو أن القوات المصلحة الملكية المغربية دائما على درجة اليقظة والتنبيه وعلى درجة من الحيطة والحضر لأنه بما أن هناك تسريبات استمعنا إليها صباح اليوم تسريبات داخل مرتزقة البوليزاريو تتحدث عن حالة الإحباط وحالة اليأس وحالة وتسريبات جاءت من قيادين دي المرتزقة البوليزاريو وهذا كنت تم مستشارة دي البن بطوش وهذا التسريبات خلقت نوع من الضجة داخل مخيمة الضلو العرفي تندو فقالت اليوم بالحرف لا تستقل هذا البوليزاريو ولا تدرش دولة ولا ما إلى ذلك فبالتالي الآن هذا النظام حضارة الجزائر سيحاول يخلق بعض الأحداث ولا يفتعل بعض الأحداث بشيحاول يغطي على هذا الانتكاس اللي عندهم داخليا فبالتالي توقعوا أي شيء متبعين كرام ولكن طبعا الحال طالما على أن هناك جدار منع اللي هم أبطال قوات المصلحة الملكية المغربية فهم لن يستطيعوا فعل أي شيء ولن يستطيعوا أن يحققوا أي شيء وما هو قادم صدقوني ما هو قادم سيخلي هذا الشردمة ونظامهم نظام حاضرات الجزائر ينتحرصوا مع الحيط على كل المستويات لا صفقت عن المجال العسكري أو إلغاء المنطقة العازلة بل على كل المستويات بما في ذلك القضية أو المجال الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية في المنطقة فلكم أن تتخيلوا منتبعين الكرام حجم الضربات الاقتصادية والديبلوماسية اللي كتنزل على نظام حاضرات الجزائر والمغرب لا يعيرهم أي انتباه هو خدام على المشاريع الاستراتيجية في المنطقة هذا النظام حاول على أنه يعرق المقدر فبالتالي الآن هو يحرك مجددا هذا المرتزق قدير البوليزاريو باش يقوموا بمحاولات انتحارية محاولات عبثية باش يحاولوا شو شو على ما يقوم به المغرب وما ينجده المغرب على أرض الواقع لكن كما سابقا وكما عتدنا دائما كل هذه المحاولات سوف تبوء بالفشل سواء حاولوا على أنهم يقوموا بعمليات إرهابية سواء حاولوا على أنهم يجروا المغرب لصراع المسلح سواء يعني كل المحاولات يتبوء بالفشل ونحن نعلم جيدا على أن هذا النظام غبي في التخطيط غبي في القيام بأي شيء غبي في اتخاذ القرارات لا يحسب التداعيات المستقبلية دي القرارات وما لهم طبيعة الحال في القرارات عبرة حينما كانوا يقولون صافرات دينا القرارات وغلقوا القرارات والمغرب لا تدخلوا وطبيعة الحال جاء الثالث عشر من نوفمبر 2020 وكان تدخل حازم من القوات المسلحة الملكية المغربية أنهى القضية دي القرارات بشكل نهائي ما بقاوش قادرين على أنهم يزيدوا قربوا من القرارات بأي طريقة كانت نفس المسألة التي توقعها الآن ولا غدا توقع غدا توقع في المنطقة العزلة غدا أنسألوا مع المنطقة العزلة وس으면 تعرفوا أن يرى إنهاء المنطقة العزلة معناها إنهاء الملف بشكل نهائي لأنه إنهاء المنطقة العزلة معناها ركح شرط مرتزقة البوليزاريو في تندوف والنظام الجزائري الذي كان يحاولا أنه يخلو هذا مرتزقة البوليزاريو حجرة في صباطات المغرب غدا تقولي حجرة غير حجرات أحجار في الصباط المتقوب أصلا ديال نظام حضارات الجزائر وبالتالي غد يكونوا البوليزاريو داروا الدولة ديالهم في تندوف إلى أن تعودوا بطبيعة الحالة الصحراء والشاقية إلى مغربية إذا منتبعينا كرام وأكد لكم مجددا على أن كانت هناك محاولة فاشلة من أجل استهداف مدينة السمارة طائرات المسيرة تقوموا بيواجه بها ما غدت نشال لكم أو نعطي لكم التفاصيل حاليا لكن انتظروا باقي التفاصيل في قادم الساعات بما في ذلك حفلات الشواء اللي غد توقع في قادم الساعات متابعينا كرام سوف أوافقكم بالمزيد من التفاصيل وأعتدروا على هذا الفيديو اللي كان في وقت متأخر من الليلة يلا توصلت بالمعطيات اللي كان من المفترض أنني تكلم عليها أراكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل